تنسيق ايراني تركي حول سوريا بسبب خلافات بشأن هذا الصراع وقال احمد داود اغل وزير والخارجية تركي في مؤتمر في اسطنبول امس انه بالجلوس هنا مع وزير الخارجي الايراني يمكن التأكيد على اننا سنعمل معا على مكافحة مثل هذه السيناريوهات والتي تهدف الى ان يكون الصراع طائفيا صحيفة القدس كتبت مقالا جاء فيه بان وسائل اعلام ومصادر رسمية ذكرت بان مقاتلة اسرائيلية قد شنت غارة على قاعدة عسكرية جوية في شمال غرب سوريا قصفت خلالها شحنة اسلحة مرسلة الى حزب الله الشيع اللبناني بينما ما زال المفد الدولي الاخضر الابراهيمي يسعى الى تحقيق توافق لعقد مؤتمر السلام الدولي وفيما التزمت سوريا الصمت اكد مسؤول امريكي حصول ضربة اسرائيلية قرب مدينة اللذقية السحيلية سوريا لكنه لم يحدد الهدف من الضربة بينما اكد مسؤول استخبارات امريكي اخر انها استهدفت صواريخ اس 1-125 روسيا ورفض مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية تعليق على هذه المعلومات كما لم يؤكد تؤكد الحكومة السورية هذا الخبر صحيفة الحياة تحدثت في مقال لها بان القاهرة اعلنت بان وزير الخارج الامريكي جون كيري سيزورها غدا لبضع ساعات للقاء عدد من المسؤولين المصريين رغم ان جدول جولة جون كيري في المنطقة والذي اعلنت واشنطن خلال محطة مصرية خلال من محطة مصرية فيما شهدت مسيرات نظمتها جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها امس تحت شعار محاكمة الارادة الشعبية اشتباكات وسقوط جرح وتوقيف العديد من المواطنين المصريين وزيارة جون كيري هي الاولى لوزير امريكي منذ عزل رئيس السابق محمد مرسي والذي ستبدأ محاكمته بعد غد وافيد بان وزير الخارجي الامريكي جون كيري طلب ترتيبات لقاء مع الرئيس المؤقت عدل منصور وكذلك رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في الصحف الفرنسية كتبت يومية الموند حول قيام رجل باطلاق النار في مطار لوس انجلوس في امريكا وهو رجل مسلح ببندقية قتل خلالها حرس امن وكذلك صب العدد من الاشخاص امس الجمعة الموافق للفاتح نوفمبر في مطار لوس انجلوس الدولي وكشف مقال يومية الموند بان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كشف بان هذا الشخص هو من سكان لوس انجلوس ويبلغ من العمر 23 سنة وهو من ولاية نيوجيرسي حيث اقتحم مبنى المطار في حدود ساعة 25 دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس صحيفة لوفيغاو كتبت مقالة تقول فيه بان الحكومة الفرنسية قلقة وحذرة ووزير ودخلية مانويل فاز في الوجهة حيث جاء في مقال صحيفة لوفيغاو بان هذا القلق من قبل الحكومة الفرنسية سببه ارتفاع نسبة البطالة خلال الاشهرية الماضية بالرغم من ان الرئيس الفرنسي فرانسو أولوند قد تعهد قبل ايام بتخفيضه تخفيض نسبة البطالة قبل حلول السنة الجديدة كما ان الحكومة الفرنسية حسب مقالة لوفيغاو قرقة من ردة فعل المواطنين الفرنسيين بسبب ضريبة 75% على كل من لديه دخل سنوي فوق 1 مليون أورو